إذن مشاهدين على مدى ثلاثة أيام متتالية يعقد المؤتمر الاقتصادي كمنصة يعقد لتبادل وجهات النظر بين الحكومة والخبراء لزياغة خارطة طريق محددة للتحرك فيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد المصري لمزيد من المتابعة تنضم إلينا من العاصمة الإدارية الجديدة حيث تنعقد فعاليات المؤتمر الاقتصادي مراسلة التلفزيون المصري جيرمين إبراهيم أهلا بك جيرمين أهلا بك نوها بعد التحية ما زلنا نتابع معكم فعاليات المؤتمر الاقتصادي والذي انطلق صباح اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي دعا لانعقاد هذا المؤتمر في وقت سابق وحضر في الجلسة الافتتاحية هذا المؤتمر الذي يمتد حتى الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري والذي تم عقده بهدف مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري وذلك بحضور واسع من خبراء اقتصاديين ومستثمرين وأيضا إلى جانب جهة الدولة فنحن نتحدث عن أكثر من عشرين جهة محلية ودولية وخمسمائة مشارك على مدار ثلاثة أيام وهي فعاليات المؤتمر تم تخصيص لكل يوم محور محدد سيتم مناقشة وعلى مدار الجلسات اليوم هو اليوم الأول وهو مخصص لمناقشة السياسات الاقتصادية الكلية للدولة أما غدا فسيتم الحديث عن تمكين القطاع الخاص في الاقتصاد وتهيئة بيئة الأعمال أما اليوم الثالث والأخير سيكون مخصص لسياغة خارطة طريق لقطاعات الاقتصاد القومي وأليات العمل في هذه القطاعات اليوم منذ الصباح كان يوم مثمر بعدد من الجلسات والمناقشات فتبعنا صباح اليوم بحضور الرئيس الجلسة الافتتاحية والتي تحدث خلالها الرئيس عن عدد من الموضوعات التي تتعلق بخطوات الإصلاح الاقتصادية الذي تقوم به الدولة وتحدث أيضا عن أن الضغوطات الاقتصادية طلبت عدد من الحلول الجزرية التي تحتاج لدعم شعبي وأيضا تحتاج لفتح الباب أمام الجميع للمشاركة وهو ما يحدث بالفعل في هذا المؤتمر الذي يأتي بمشاركة واسعة ليس فقط من اقتصاديين فقط ولكن نتحدث أيضا عن مختلف الممثلين للأحزاب المصرية من كل الفئات الجميع حاضر هنا لوضع خارطة طريق للاقتصاد المصري أيضا تبعنا كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي تحدث أيضا عن المشروعات التي تقوم بها الدولة من خلال الجلسة الافتتاحية وهي المخصصة لتقديم لمحة عن مؤشرات أداء الاقتصاد المصر خلال العقود السابقة ومدى قدرة ومرونة الاقتصاد على التعامل مع الأزمات الكبرى وأيضا تحدث على أن مشروعات قومية كانت مثمرة وأدت إلى زيادة الناتج المحلي أيضا هذا إلى جانب أن هناك مشروعات مثل مشروع حقل ظهر أدى إلى أن مصر تحتل المركز الخامس إقليميا في إنتاج الغاز وتحدث أيضا عن التحديات وقال أنها لازمة من أجل وضع خارطة الطريق فهناك عدد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية مثل باقي الاقتصاديات العالمية تحدث عن ضعف السيولة الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم وتزبزب مشاركة الكطاع الخاص ومن أجل هذا بيعقد هذا المؤتمر لوضع حلول جذرية للتعامل مع كل هذه الملفات أيضا على مدار اليوم عقدت جلسة أخرى لمناقشة السياسات المطلوبة من أجل زيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات إلى جانب جلسة بتعقد للتحدث عن السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية بهدف الوصول لأبعاد المختلفة لمشكلة التضخم والتعرف على أبرز الجهود والسياسات سواء العالمية أو المحلية لكبح جماح التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار بالشكل عام الجلسات على مدار اليوم بتقدم وابتضع السياسات بتساهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي شامل ومستدام في ظل التحديات الإقليمية والعالمية وتحديد أيضا سياسات لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى جانب وضع الحلول العلمية لالتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية والأزمة الاقتصادية العالمية إذن جلسات مستمرة على مدار اليوم وغد بعد غد لوضع خارطة طريق للاقتصاد المصري بمشاركة الجميع وبطبيعة الحال سنتابع كل ما هو جديد فيما يتعلق بفعاليات المؤتمر الاقتصادي خلال التغطيات القادمة أعود إليك مرة أخرى في الاستوديو نعم أشكرك شكرا جزيلا للمراسلة التلفزيون المصرية جيرمين إبراهيم على هذا العرض شكرا جزيلا